هي أول زيارة لرئيس أركان إيراني إلى أنقرة منذ نحو ثلاثة عقود ملفات خلافية كثيرة تطبع مواقف البلدين لكن ما أصبح يجمعهم اليوم يبدو مفصليا أكثر مما يفرق بينهما الاستفتاء الكردي المرتقب بتداعياته تطورات الوضع في سوريا ومنح المواجهة مع داعش في العراق قضايا قد لا تتفق طهران وأنقرة على تفاصيلها لكنها لا يمكن إلا أن تتفق على الحد من انعكاساتها السلبية المشتركة تستضيف العاصمة التركية رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد حسين باقري الزيارة هي الأولى منذ 28 عاما لمسؤول عسكري إيراني رفيع إلى تركيا ورغم البدء بتشهيد جدار بين البلدين إلا أن العلاقات التجارية والاقتصادية متقدمة ومتنامية بين طهران وأنقرة ذات الخلفية الإخوانية ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة ثلاثة أيام وهو ما يعكس أهمية ووزن الملفة التي ستفتح خلالها ويلتقي باكري والوفد العسكري المرافق عددا من المسؤولين الأتراك بينهم رئيس الأركان العامة التركي الفريق أول خلوص أكار ففي سوريا تتناحر بيليشيات الطرفين لسنوات وإيران كانت الحليفة الأهم لنظام الأسد بينما دعا أردوغان لتنحية النظام وساند معارضه لسنوات قبل أن تبدأ مرحلة التبريد وتبدل المناطق والأسرى برعاية روسيا ووصل التعاون بين البلدين إلى مشاركة روسيا في رعاية مناطق خفض التوتر التي نتجت عن اجتماعات أستانا ويعد باقري واحدا من أبرز المعنيين بالملفين السوري والعراقي عسكريا المرشد خامناء عينه قبل أيام في مجمع تشخيص مصلحة النظام ما يعد تعزيزا لدوره المرسوم في الداخل والخارج واعتبر باقري أن زيارته تهدف لتعزيز التعاون العسكري وبحث مختلف قضايا المنطقة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وكان باقري قد وصف الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراقي إجراءه للانفصال عن العراق بأنه أمر مرفوض فيما هددت تركيا الإقليم بعقوبات اقتصادية وألمحت لإجراءات عسكرية ويتزامن التنسيق العسكري الإيراني التركي مع زيارة وفد كردي إلى بغداد لشرح موقفه من الاستفتاء في الإقليم على الاستقلال عن العراق ويرى المراقبون أن رفض انفصال إقليم كردستان العراق طالما شكل موضوعا جامعا مشتركا بين أنقرى وطهران البلدان اللذان يريان فيه تهديدا لأمنهم القومي ووحدة أراضي بلديهما نرحب بضيفينا في هذا الحوار معنا من القاهرة رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية دكتور مصطفى اللباد ونرحب أيضا بضيفنا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون برهان كورغلو أهلا وسهلا بضيفي سأبدأ من القاهرة معك دكتور اللباد برأيك لماذا يتوجه قائد أركان الجيش الإيراني إلى أنقرة هذه أول زيارة منذ الثورة الإيرانية منذ 79 الآن في هذا التوقيت ما الدافع الإيراني على الأقل لهذه الزيارة برأيك تماما رئيس الأركان هو المنصب العملي لقيادة الجيوش في حين أن وزير الدفاع ربما يكون منصب سياسي وبالتالي زيارة رئيس الأركان لأي بلد تناقش إجراءات عملية محددة ونعتقد أن الوضع في سوريا ومسألة الأكراد هي الطاغي على هذه المحدثات لكن لو أعطيتني دقيقتين أستاذ يوسف لأشرح خلفية تاريخية بسرعة هو أن كل من إيران وتركيا دولتان غير عربيتان في المنطقة كلاهما يتوسل الإسلام السياسي لتكسير الفجوة القومية مع الدول العربية إيران نظرية ولاية الفقه لاكتذاب الشيعة العرب وتركيا حزب العدالة والتنمية القريب من جماعة الإخوان المسلمين الإسلام السياسي هو الوسيلة المثلة لكل الطرفين للاعب أدوار في المنطقة تركيا أقلية مزدوجة في المنطقة عرقيا ولغويا إيران أقلية مثلثة في المنطقة عرقيا ولغويا وطائفيا حتى وبرغم من ذلك هناك أدوار متعاظمة لإيران وتركيا في المنطقة وهذا لا يعود فقط إلى برعة الدولتين بل أساسا إلى تشارذم النظام العربي وتشارذم السياسات العربية الرابط المشترك أيضا بين الطرفين هو معارضة استقلال أكراد في أي بلد لأن ذلك سيكون له تداعيات على إيران وعلى تركيا الرابط الأكبر أيضا هو أن كل البلدان يلعبان أدوار مشابهة في الاستراتيجيات الدولية كلاهما يمنع روسيا من الوصول إلى البحار الدافئة سواء من ناحية تركيا أو من ناحية إيران وكل البلدان خاض صراعات دامية مع روسيا القيصرية لسنوات وتركيا قدمت أو للسلطنة العثمانية ضحايا تقدر بمئات الألوف في معاركها مع روسيا وذات الشيء مع إيران في معركتين في القرن التاسع عشر خسرت بمجابهم أراضي الجديد الآن أن روسيا دخلت على الخط تتفاهم مع تركيا في سوريا وإيران لم تستطع أن تحمي نظام الأسد بمفردها فاضطرت إلى استدعاء روسيا لقلب المعادلة وبالتالي كلاهما يتعاون مع روسيا الآن في سوريا ولكن على مضض على عكس السياق التاريخي لذلك زيارة رئيس الأركان الإيراني إلى تركيا الآن تريد شد شدة العلاقات لضلعي المثلث تركيا وإيران في مواجهة روسيا التي تتحلفان معها مرحليا على عكس تحالفهم التاريخي مع الولايات المتحدة لذلك تقريركم أصاب أن هناك غابت شجرة مشتركات ولكن غابت اختلافات لأن الصراع الإقليمي بين إيران وتركيا مستمر منذ قرون وهذا الصراع يتعزز بفعل انفراط موازين القوى في جوارهما العربي هكذا أرى هذه الزيارة الإطار الذي تتم في هذه الزيارة إلى اسطنبول أذهب لك دكتور برهان كارولو في الخمس سنوات الماضية كان في اختلاف كبير بين السياسة التركية والسياسة الإيرانية في المصالح على الأقل كان في تضارب في المصالح التركية والإيرانية في سوريا في العراق في مناطق أخرى أيضا وزيارة من هذا النوع هي ليست زيارة سهلة يعني قائد الأركان في الجيش هذه لأول مرة تحصل رغم أنه فيه تنسيق دبلوماسي بين تركيا وإيران برأيك ما الذي استدعى هذه الزيارة لقائد أركان الجيش الإيراني؟ طبعا زيارات من هذا النوع أكيد مهمة جدا لأنه أصلا كلنا نعرف أن إيران لتركيا أكبر من أكبر بلدان في هذه المنطقة وأعتقد ما يحدث في المنطقة من الحروب الداخلية والحروب المذهبية كلها طبعا لها أبعاد كثيرة بما فيها السياسات الإيرانية فيما يتعلق بالسياسة السورية ولذلك تركيا لم تكن مبسوطة من هذه السياسات ولكن الذي حدث في المنطقة في الأراك في سوريا في اليمن كل هذه كوارث إنسانية كبيرة ولا بد من الدول الكبيرة التي يمكن أن تؤثر في هذه الأمور أن يأخذوا دور في الفترة الأخيرة خاصة بعد محادثات أستانا أصبح هناك مجال ولو يعني نسبيا لحل المشاكل إلى حد ما في سوريا وهناك طبعا مشاكل مستمرة في داخل إيراني خاصة فيما يتعلق بالحروب المذهبية أو المشاكل بين الأكراد والآخرين كل هذه يستلزم تعاون والتنسيق وكلنا نعرف أن هناك قوة كبيرة مثل روسيا مثل بولايات المتحدة يتدخلون في الشؤون الداخلية التركية العربية الإيرانية ولا بد من أن يأخذ دور دول الكبيرة مثل السعودية مثل تركيا مثل الإيران مثل مصر دور في حل المشاكل فطبعا مجال السياسي كان مفتوح وكان هناك زيارات متبادلة بين تركيا وإيران هذه الزيارات لم تنقطع كان هناك انتقاد من طرف تركيا إلى إيران من طرف إيران إلى تركيا ولكن المجال السياسي أفضل من هذه المشاجرات فهناك أعتقد ما يحدث حاليا في الأزمة في الخليج وطبعا بالإضافة إلى ما ذكرتم في سوريا وفي الإراق أعتقد هناك حاجة كبيرة جدا إلى التواصل السياسي الحقيقي والتهديدات مثل تهديد داعش مثل تهديدات الحروب الداخلية كذلك يلزم البلدان للتنسيق حتى على المستوى العسكري إن أمكن ذلك لأن هذه إرهاب داعش تهدد حدود التركية تهدد حدود إيرانية السورية بأكملها هذا الذي أراه ولذلك هذه الزيارة من ضمن محاولات التنسيق بين البلاد أعود لدكتور لباد تحدثت عن أن هناك مصالح مشتركة الآن في موضوع الاستفتاء الكردي في شمال العراق في موضوع داعش وغيرها أيضا دكتور برهان أكد على هذا لكن لدينا استراتيجية واضحة يعني فيه أشياء يصعب أن يتم تجاوزها يعني مثلا فيه موضوع النفوذ الإيراني الذي يمتد من طهران إلى بيروت هذا الكوريدور هو في حقيقته أيضا ضد السياسات التركية يحاول أن يقطع بين تركيا وبين العمق العربي هذه استراتيجية كبيرة يعني لا نتحدث في تفاصيل هنا مثلا تركيا دولة في النيتو وإيران متهمة من قبل ولاية المتحدة بأنها هي أكبر داعم للإرهاب وبالتالي الحديث عن مشتركات يعني مثل تنسيق في الموضوع الكردي يعني هل يمكن أن تصل إلى موضوع التنسيق العسكري تنسيق العسكري في حدود يعني مثلا في الحدود في تركيا في سوريا تركيا يهمها عدم وصل الكنتون الكردي عفرين بالمناطق الأخرى وهذا يتطلب تنسيقا مع إيران التي تقود العمليات العسكرية فعليا في سوريا سواء عبر حزب الله أو عبر الميليشيات الأفغانية والعراقية والمتطوعين وخلافه لكن القرار السياسي لهذه الأطراف بيد إيران وطبعا هناك تصادم في المصالح بين إيران وتركيا والزيارة اليوم لا تعني أنه لا يوجد تصادم ولكن هناك ثغرات يمكن التعاون منها فعليا على الأرض لأن تركيا لا أدوار لها عسكرية في العراق العراق أصبح الآن منطقة نفوذ إيرانية عراقية والسياسات العربية تجاه العراق الآن موفقة بالفعل لأنه لا يمكن ترك العراق بحجة أن الشيع العراقيون موليون لإيران الشيع العراقيون عرب أقحاح وعلى أساس البعد العربي يمكن للدول العربية تعديل موازين القوى في العراق وهي سياسة صائبة تركيا لا نفوذ عسكري لديها في العراق لديها علاقات مع إقليم كردستان علاقات اقتصادية ولكن ليست عسكرية بالضرورة لكن تركيا تتواجد الآن باتفاق مع روسيا في سوريا التي تعج بأشكال التنظيمات المسلحة من كل الأطراف سواء مع النظام أو ضد النظام وهذا الأمر يتطلب تنسيقا بالفعل بين الطرفين لكن تنسيق على قاعدة الخلاف بمعنى أن هذه الزيارة لن تمحي الخلاف والتنافس التاريخي بين الطرفين لمدة خمسة قرون على الأقل منذ موقع تشالديران 1514 وحتى اليوم هناك تنافس بين إيران وتركيا يصعد ويهبط لكن عندما يكون الموضوع متعلقا بالأمر الكردي فيشكل ذلك تهديدا لتركيا ولإيران ولذلك الدولتان تتعاونان تتعاونان في سوريا أيضا لكن لكل طرف حساباته وأجندته الخاصة وتنقض مصالحه مع الطرف الآخر الزيارة مهمة لأنها تعني تنسيقا ميدانيا وليس إطلاق شعارات ستفرد هناك خطط لسوريا وخرائط وسينقش الطرفان مناطق نفوذ كلاهما ويبدو أننا أوشكنا الآن على مرحلة تسوية في سوريا وهذه الأطراف لها مصالح في سوريا ولها حضور عسكري أيضا لذلك تحاول تنسيق ذلك الموضوع أما في موضوع داعش فهو مصلحة للكل التخلص من هذا التعظيم والأمر يبدو فتفاضا الموضوع متركز في تقدير الشخصي على حدود التماس في سوريا من هذه النقطة أنتقل لك دكتور بورهان كرولو الحديث في الإعلام التركي مؤخرا عن ضرورة تدخل تركيا عسكريا في إدلب لأن الإعلام التركي يتحدث عن خطط للجيش السوري مدعوما من إيران تحديدا لدخول إدلب ويعني بحجة أن النصرة تسيطر عليها هل تتوقع أن يكون هذا محور التفاصيل التي يتم بحثها مع الجانب الإيراني في هذا اللقاء؟ طبعا سوريا إلى الآن غير مستقرة من مرة فلذلك تركيا قد احتاج أن تتدخل السنة الماضية من خلال عمل الدرع الفرات لضمان حدودها وكذلك لضمان أرواح المواطنين السوريين في تلك المنطقة لأنه كان هناك يتم المجازل من طرف داعش الآن هناك قوة جديدة مدعوما بشكل واضح وبشكل علني من طرف الولايات المتحدة ألا هو PYD هذه القوات المسلحة الكردية ولكن هذه هي منظمة تعمل على شكل كأنها منظمة إرهابية فلذلك تركيا غير غير مبسوط من هذا الأمر فلذلك نحن لا نتحدث عن التوافق الإيراني التركي ولكن هناك ما يحدث في داخل هذه المنطقة ليس لسالح أي دولة يعني تشكيل قوة جديدة في داخل المنطقة بما لا يتلقى مع دموغرافية المنطقة وتغيير العناصر الشعبية من منطقة إلى منطقة أخرى كلها طبعا ضد مصلحة الشعوب في المنطقة يعني ضد مصلحة الشعب السوري أو التركي لكن إيران لا تبدو منزعجة من دور PYD وتركيا كانت تتهم إيران بأنه تدعم فصائل كردية يعني في سوريا لها علاقة بالنظام وحزب العمال الكردستاني وما يلي ذلك كذلك إيران غير راضي عن هذه التحركات لأن هذه غير تبعية دعم أولاد المتحدة بشكل واضح هي بحجة محاربة داعش ولكن الذي ما يحدث في سوريا هذه القوات الكردية تحارب تهاجم على السوريين العرب الآخرين وعلى التركومان وهذه غير تركيا لا يرضى عنها وإيران كذلك يشعر أنه هذه التدخلات الأمريكية طبعا ستسيع الوضع في داخل سوريا طيب ولكن يجب أن نشير إلى هنا أن إيران كذلك كان له دور سي جدا في تشكيل حشد الشعبي وتركيا لم يقبل هذا الأمر إلى الآن تنتقد وتتخذ بعض الإجراءات بالنسبة لكذلك هذا المشروع ولكن أعتقد كل البلدين والبعض الدول العربية يشعرون أن هناك خطة جديدة في المنطقة لتغيير كل جغرافية المنطقة هذا الذي أعتقد يجب أن نكون واعيين الخلافات بيننا سيبقى ويمكن أن نحل ها ما بيننا ولكن إذا كان هذا التدخل الخارجي خاصة في عهد ترامب هناك تدخل سي جدا في المنطقة وحتى في الخريج نرى أن هناك فتنة بين الإخوة في الخريج لذلك تركيا وإيران أعتقد كأناصر أساسية وعصيلة في المنطقة يجب أن يتدخل لحل المشاكل طيب أستاذ بوران باختصار دكتور لباد لأنه بقي دقيقتين لكل طرف أو أقل حتى برأيك هل التعاون الإيراني التركي في مصلحة المنطقة أم في مصلحة البلدين فقط من وجهة نظرك أعتقد أنه في مصلحة البلدين أولا وقد يكون مفيد للمنطقة إذا تم بالتنصيق مع الدول العربية للأطراف لأنه بالفعل أنا أتفق مع الدكتور بورهان في أن تركيا وإيران ليست توافدتان على المنطقة وكيانات أصيلة لكن هذه المنطقة منطقة عربية بالجغرافية الجغرافية العربية أكبر من جغرافية إيران وتركيا بالسكان السكان العرب أكبر من السكان في تركيا وفي إيران وبالتالي العامل العربي يجب أن يكون على قدر المساواة وعلى قدر الأحجام. العرب لا يملكون نفطا فقط. ولكن ممرات مائية. وعدد سكان وجغرافيا. وهذا الأمر غير واضح في التنسيق الإيراني التركي. إذا كان الأمر متعلق بالعراق أو سوريا. فيفترض أن يكون أطراف عربية حاضرة أيضا على الطاولة. ولا يتم تشاور وتنسيق فيما يخص أطراف عربية. والطرف العربي غائب. لذلك أنا أعتقد أن المشكلة ليست في إيران وتركيا. هي أطراف طامحة للعب أدوار إقليمية وتستغل الثغرات الموجودة. علينا كعرب سد الثغرات كي نمنع التدخلات. لكن التعاون على أساس الندية مع كل من تركيا وإيران. على أساس المصالح المشتركة. وعلى أساس سيادة العامل العربي في المنطقة. أو أرجحيته في المنطقة. يجب أن يكون هو الأساس لهذا التنسيق. حتى اللحظة لا أرى تنسيقا عربيا تركيا أو عربيا إيرانيا أو عربيا إيرانيا تركيا. باختصار أيضا دكتور كيرولو في دقيقة ونصف تقريبا فعلا ذكرت أنه مهم أنه يكون فيه مصالحات وغير ذلك. لكن مشكلة أنه علاقة تركيا مع بعض الدول العربية سيئة. إيران علاقتها أسوأ مع بعض الدول العربية. الضلع العربي غائب هنا. ألا يفترض أن يكون هناك أيضا تنسيق. وأن يكون فيه أيضا تقارب قبل أن يكون. وإلا سيبقى تنسيق إيراني تركي فقط على حساب المصالح العربية. أنا أتفق مع الأستاذ لبات بالنسبة للدور العرب في المنطقة فعلا غائبة. والحروب داخل الدول العربية مثل يمن والإراك سوريا مستمرة. وكذلك هناك مشاكل مستنعة بين بعض الدول مثل أزمة قطر. أعتقد هي مستنعة. ولكن تركيا أصبح له دور للوساطة في الخليج والوساطة. كذلك الآن العراق مع أراك مستمرة وتجارة مستمرة. وهناك بعض المحاولات لحل المشاكل حتى داخل المجتمع الأراقي. وهناك يمكن أن يكون هناك وساطة بين الأكراد والأرب الآخرين في داخل الأراك. نحن شعوب هذه المنطقة لا يمكن أن نرحل إلى أي مكان آخر. بدل ما نعتمد على كوة خارجية حتى كوة معادية مثل أمريكا مثل إسرائيل. يجب أن نعتمد على هذه العلاقة القوية التاريخية ما بين تركيا وإيران ومنطقة العربية. تركيا عاش 400 سنة مع العالم العربي تحت رأي واحدة. ولماذا لا نستثمر هذه التوجه التاريخي الثقافي والديني المشترك؟ فأعتقد الوساطة الضرورية وتركيا مستهد تكون بهذا الدول. شكرا جزيلا لضيفي في هذا الحوار من أسطنبول. كان ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون برهان كوروغلو. ومن القاهرة الشكر الجزيل أيضا لرئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية الدكتور مصطفى اللباد.